صلاح الأقصى أقصى هدى في المنتقب وكام واحد محترف بره في دولة الروب احنا عندنا اتنين هم عندهم تلاتة اسمليال عندها فوق المية اربعة وخمسين وبيلعب أحسن تلاتة وعشرين منهم في أحسن دوريات من العالم في المغرب طيب احنا مش عندنا هنا في مصر لعيمة من المغرب يا طبعا كام واحد فيهم في منتخب المغرب ولا واحد مش ولاية ولا واحد يا كنت يعني صلاح مظلوم معانا لا يعني ولا واحد انت مش عامل للقاعدة القوية للتيم كله وهو ما بلعبش تنس صلاح بلعب مع 11 العيم ما بلعبش تنس هو أصلي مش طعبة فردية اه والله صحيح لا المناخ في كل حاجة كمان مختلف لا المناخ مختلفة انت كنت ماسك مدير فني للاتحاد الامارات الكورة الخدم منتخبات هل السقة وصلت ان هم فيه ثقة بينك وبينهم واختروك على اقتناع والكلام ده كله عشان تدير رغم ان عندهم لعيبة زي عدنين الطليان وعندهم لعيبة كتير جدا كانت موجودة كانوا موجودين معايا معاك اه كانوا موجودين انما شافوا فيك انت انت اتلاقيتهم وعملنا شغل والله توقامة مع التحادات وكنا بنطلع مدربين معايشات وإداريين بيطلعوا معايشات مع فئة دية أوروبا وكان خلينا كل المدربين وطنيين للمنتخبات كانت خطوة مهمة جدا ان الامارات عملتها المنتخبين تطوير المدربين بشكل كويس غيرنا في نوعية المنافسات كانت طول الوقت مع اسيا طلعتهم على افريقيا كلها حاجات فنية بقى طبعا الحاجات فنية انك تلعب مع اسيا بس ده ما بيدكش توسيع مدارك واحتكاكات أكو طبعا فدخلنا بقى لأ قلتناهم هنروح تلعبوا بقى في افريقيا شوية تشوفوا التخبيط وتشوفوا ازاي تبقى اجريسيف وازاي تبقى انت عارف بينقصهم خصوصا الامارات حيث انك تكون اجريسيف ايه لازل ده مطلوبة ده مطلوبة علشان توصل لليفل معين ابعد فده يعني اشتغلنا وكانوا ناس قمة التعاون ناس عايزة تنجح بتشتغل مفيش بخل على حاجة نظام شديد جدا كل حاجة كانت كويسة يعني ايه دور المدير الفن في الاتحاد لان الناس بتكري مدير الفن ده يبقى قاعد في مكتب وتكيف وبتاعه بيدي ورق انت تعمل كذا وانت تعمل كذا ايه دور المدير الفن الاتحاد لا ده ده دوره كبير جدا في تطوير المنتخبات ومدربين المنتخبات تطوير المسابقات الناشئين كلها لازم يبقى اختيار العناصر بطريقة علمية وبطريقة العناصر اللي هي تشتغل في المنتخبات اختيار المدارس اللي تعمل معها احتكاكات بشكل كبير جدا الافنتات اللي هتعملها للمدربين المنتخبات وازاي العمل على تطورهم اتطوروا بشكل كبير يعني انت بتطور المنظومة كلها كلها تطور من لعيبة لمدربين للمسابقات للكلام ده ازاي تفرغ مدربين للفريق الاول كله في خدمة الفريق الاول زي قطاعات الناشئين اللي في الان ده مدربين ولعيبة وبرامج كلها الخدمة في النهاية تصب على الفريق الاول المنتخب مهم جدا لانه تجمعات المنتخب مش كتير اللي انت عارف فعملية تطوير اللعيبة لو ما كانتش كويسة في الاندية هتتأثر هتتأثر على المنتخبات انا باخد من الاندية فعملية التطوير المدربين مهمة جدا بتشتغل على المدرب فهيطلع لك ناتج اللعيب طول عمر المنتخبات انا بقول مدرب كويس اعداد كويس هتطلع منتخب كويس من غير الحاجات دي انت هتلاقي نفسك في التخبط معظم اخر خمس ست سنين في مدربين الى حد كبير كويسين لكن مفيش اعداد كويس عشان كده تلاقي النشئين خرجوا الشباب خرجوا ما بقاش عندنا غير الولومبي وها ماشي بقى تصراح الولومبيات وعندنا اشغل منتخب واحد بس ورا المنتخب الاول طب يا جماعة انا مين اللي هتطعم بقى الولومبي مين اللي هتطعم بقى الولومبي من هذا من نشئين مين كمان خمس سنين هيلعب في المنتخب الاول ما هو ده اللي تحت ده هو اللي بيفرغ واللعيب الدولي غير اللعيب العادي انت عاستو قولي يا عضية دلوقتي ان بطول الدورة عام بتبدأ بلايحة وتنتاهي بلايحة تاني هو في ايه اه وتدور على المنتخبات المنتخبات ايه اللي انت بس في حاجة بقى كان اتهام دايرك تعاليك وانت مع كرويش 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 ام كرويش معهم كلوها ماشي كرويش كلها اكلة اه وانت معاه الناس كان بتقولك انت كنت بتجامل اندية اخرى على حساب الناد الاهل يرد عليه بتقولهم ايه اقولهم انا اكتر واحد شتامت من جمهور الاهلي لما شريف وقفش مرحوش اه انا قلت للراجل اه قال لي داية ليه سيبهم طب كانت تفكيره ايه الراجل لا في حاجات في الفنيات اه طبعا وبنشوفها كلها وبنزبط لبعض حاجات اه وبنقولها لما تتحسن وفعلا لما بتتحسن اه هم هجوم تاني معنا يعني ايه هم هجوم في فترة هم مستوى الفني كان وحش وانا عارفيني الكلام يعني هي قصة قناعات المدرب بتيجي عن دراسة وده انا شفت بقى مفيش ظلم عن دراسة يعني احنا لما صممنا نجيب عب مين يمقال نجيب عب مين يمقال نجيب عب مين يمقال نشوفه شفناه تحط في البطولة العربية بتحط في البطولة العربية لقد الاهل يخدوا على كاس العالم الاندي مش عوزة كلان اه طبعا انت وخب بلا وعمل بطولة وما حدش هكدعب مين محمد عب مين بحدش كان يعرف وحيتة امام عشون للعب باك رايت وامام وعمر كمال ومهند لاشين وعمر كمال اه ومهند لاشين يعني بصراحة عايز اقولك انت برضو اتمرنت مع اجاني وعارف انهم في جرء عندهم طبعا لا وبجميل فاحنا احنا نو شوقي قلنا له فيه كذا كذا وانشوف انشوف ييجي وقال لك الولد ده انا فاكر اخر يوم بعد ما مشينا البطولة العربية جامعنا واتكلمنا وقال لجماعة اوكي والبطولة كوانا اهم حاجة في البطولة العربية ايه يا جماعة كل واحد قال لحاجة ام انت جالك لعبة جديدة كويس هو قال لك منعم احنا كسبنا قنبلة يا سلام والله العظيم حس بالمجهود وفرحان مش فرحانين بالمركز الرابع ولا التالي قال لحنا كسبنا لعب فعلا عشان كده اول ما لونش تصاب راح زي منعم في البطولة لا وكان عمل بطولة فالنهارده احيانا انت كنادي بتبقى من الضغط عندك ما هو منعم قاعد في الاعارة سنتين مقرف اسموها محش كان يعرف عنه حاجة وكان راح في يوتشور هو عندك في النادي من مدرسته كورة عشان كده احنا لازم نحاول ده كان بلعب فروت كمان ايوة هو صغير بس بعد كده بس عنده الحسة بتاعت التسجيل الاهداف بالهدز لا لعيب عنده مقاومات قويسة وعنده حاجات قويسة هتيجي انا عارف قصدك بس كده هو السادة مش يناعرفين انه قصدي اه هتيجي هو لعيب بيه لعيب علي قوي لا هتيجي مع الوقت لعيب سوبرستار معنى الكلمة هتيجي هيتعلمها بس ما يحسسش اللي يجابه انه هو اعلى منهم بكتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة